موسيقى على مدار أربع حلقات أو أربع فقرات في رمضان تكلمنا فيها عن رمضان زمان في مصر في العصر الخديوي العصر الملكي والعصر الجمهوري وكان فيه فقرة أو حلقة تكلمنا فيها عن العاشر من رمضان ورمضان إزاي كان أيام حرب 73 النهاردة وإحنا إن شاء الله كل سنة وحضرات طيبين بكرة العيد هنكلم فيه برضو مرورا عن العصر الملكي والجمهوري وشوية صور كده جميلة عن العيد في مصر كانت عاملة إزاي زي ما تكلمنا عن رمضان في العصور دي كانت عاملة إزاي هنكلم كمان عن العيد في هذه الفقرة أو يومنا النهاردة في نهارك سعيد مع ضيفي المؤرخ أحمد كمال رئيس تحرير مجلة أيام مصرية سبعة خير يا فنس سبعة كل سلام حضرات طيب السادة مشاهدين بكيروا بسلام حضراتك مجهز لنا النهاردة شوية صور إعلانات وصور كرة كتير تمام طيب قبل ما نخش بس عن إحنا ليه ما فيش صور أو ليه ما فيش دوكيومنت عن الخدوية مرحلة الخدوية هل بسبب عدم وجود تصوير في هذه الفترة بشكل كبير هل هو نحن نتكلم عن الملكية فقط والجمهورية هل في الفترة دي ما كانش فيه تصوير كتير في أيام الخدوية؟ لا في الحقيقة أبداً ده العصر الخدوية ده وعصر عباس حلم التاني ده وعصر الخدوية السماعين العصور رهيلة جداً وممتازة وكان فيه حاجة للأرشيف العثماني والأرشيف البريطاني ومصر كانت مهتمية جداً وصحافة وإعلاءه يعني كل حاجة بس هي كل الفكرة أن احنا كنا يعني عايزين نلقي الضوء على حاجة الناس ممكن تبحث بها أكتر شوية عزيز كويس لأن احنا لو رجعنا وراء شوية هنبقى محتاجين مزيد من التفاصيل ومن الشرح على حاجات كتيرة ليه أنا بتديد السؤال ده؟ لأنه اللي تبعنا أربع حلقات اللي قبل كده اللي هو في رمضان فقال لك هيقول ليه ما جبتوش طب في العصر الخدوية فإحنا هبنبتدي من العصر المملوكي من المملكة المصرية وبعد كده الجمهورية المصرية عزيز بشكل عام العيد بشكل عام كده من حتى قبل الخدوية كفي حاجة مشتركة؟ الحاكم بيصلي صلاة العيد لازم الأخي بيصلي صلاة العيد هيعملينه لو ما راحش هيروح حد بدين طب إيه تاني؟ يعني هل مثل في المرحلة الكحك مثلا مشترك؟ طبعا هي أنا أذي في العصور عموما عوايد المصريين تجاهها ما سألت الأكل والإحتفالات دي هيا كانت يعني موجودة في كل الأشياء بس هو زمان كان بيبقى البيوت الكبيرة فيها جواري وفيها عبيد كويس فبيقوموا بالحكاية دي والبيوت نفسها كانت واسعة فيها سلام لك وحرام لك وأماكن بقى يعني عزومات أكتر من كده بكتير يعني هي الواسع والبراح ونوعية الأكل كانت بتتعمل بما فيش مثلا حاجة صناعية بتدخل في الأكل بتدخل أكل صحي وكمان بيبقى أكل عزيز جدا كويس يعني الدقيق في التوقيت ده برضو كان نادل لدرجة أنه في أحيانا بعض المناطق ما كانش بيتم التعامل بالعملة لكن كان بتعم التعامل وانت بتديني مثلا قوطة يعني فده معناه أن السلع نفسها كانت تقدر أن هي تقيم بدل النقوط طيب إحنا خلينا نبتدي بما أن حدق جايب لنا عدد مش قليل من الصور النهاردة ونتكلم من خلال الصور أستاذ عامري بعد قصدك المخرج ممكن نبتدي بأول صورة ونتكلم بقى من خلال الصور ده إعلان للحج إحنا هنا بنتكلم على عاصر المملكة المصرية الإعلان ده في الحقيقة في منتهى الأهمية إحنا طبعا الصور والحاجات دي هيا هتقدم لنا التاريخ الشعبي اللي مش هنلاقيه في كتب المؤرخين هنا ده الحج هو بيقول لك أنه أنت هتقرج من بيتك على السويس عن طريق طريق مرصوف يعني الشارع نفسه مرصوف وبعد كده هتركب القطر لسكة حديد مريحة وفي السويس هتلاقي لوكندت مص وبعد كده ده شغل طبعا طلعت حرب في البحر بقى لأننا في التوقيت ده معظم الحاجة عندي بحري نعم وأخذ بالك حلاء الباخرة زمزم والباخرة كوسر هم اللي حيودوني هناك وفي هما أبدع ما في البواخر الرفق من متاعن وأمان لكن في حاجة مهمة هنا بيشيري أن أرض الحجاز نفسها في التوقيت ده 48 كان فيها أمان والطرق ممهدة وسيارات مريحة ليه؟ لأن كان في بدو الصحراء وبتاع وإحنا كنا عندنا بعث الحاجة بيروح معنا حراسة وأمير الحج لحماية البعث وهو يقول لك لا هناك كمان فيه أمان شديد قوي وهنا بقى حاجة مهمة بيقول لك أننا حعمل تنظيم للعملة وهو إيه؟ تجدون يجدون كل 20 ريال سعوديا بجنيه واحد دهب يعني جنيه المصري في سنة 48 كان يساوي 20 ريال سعودي يعني يساوي إيه؟ يعني ريال كان يساوي خمس أروش حضاك في سنة كم قلتين؟ 48 48 تخيل أنت أن ريال ده هو تضاعف 38 مرة في خلال الفترة دي وأنا الجنيه بتاعي كان جنيه دهب يعني كان عندي ورق لكن الورق ده حتى مضغطي بدهب كويس لكن في الأماكن ده يفضل أنه ياخده جنيه دهب وأنت الجنيه دهب تحطه وده العملة بتاعتي العادية مش أنا مصطنحة أو أنا جايب حاجة تسكرية ده أنا بتعامل في الدهب كويس؟ مصر كان الدولة قوية هنا ده إعلان في العيد برضو ده من سنة سنة تسعة وتلاتين كويس؟ أفيش الفيلم إحدى السينمات هتنزل إعلان بس هو إيه بيعني الأفلام اللي هي رعاة البقر اللي هو لم يقم به من قبل فارس ومقاتل ومنتقم وجايبوا بقى إيه المسدس هنا والمسدس هنا والطائية فتا أقلهامهم أقلهامهم أقهومة وبص يعني خب بالك أن الإعنات اللي أنت تشوفها دي كلها مكتوب بخط اليد نعم وخط اليد هنا يلاع بدور كبير قوي يعني كان زمان في مدرسة للخططين وكان عندنا الخططين على أعلى مستوى النصحف نفسه كان بكتب بخط اليد هنا بقى إيه زين هو كل كلمة عايزي مدها وعايزي يشير لحاجة ويعملوا النقطة إزاي وفي بعض الزخارف اللي يتم استخدامها رغم أن في الصحف ساعتها في توقيت دا الأمور دي ما كانتش بتبقى كمبيوتر دي كلها كانت بتبقى يادوي وخط اليد هناك بس ده إعلان فيلم فيتنى التسعة وثلاثين ده هنا كرسي الأهرام متينكا الأهرام الخليد ده هو هنا جايب بقى إيه عامل إيه جايب كرسي بالفعل كرسي الخشب القديم وحطه على ميزان قديم وخبالك لم يقعد مستخدم الآن وجايب قدامه هرم من الأهرامات عايزي يقولك أنه هو بالفعل متين بالفعل وخبالك الميزان ده تشوفه في الفيلم بتاع أنور واجدي والله يا فيروز لما كانوا بيوزنوا الجبنة اللي هو ليه حاجة كده تضفطين يعني خبالك أنه لم تعود هذه الأشياء مستخدمة الآن لكن ده جزء مهم جدا والميزان ده ممكن تلاقيه ميزان كويس وحساس وكان مستخدم في التوقيت ده بشكل جيد نرجع بس للصورة التانية اللي قابليها والسنابي يا سيد عمر بعد إذنك ده سنة كامل حضراتك قلتني ده سنة تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين كانت الكرسي هنا بيرمز لإيه؟ إن الكرسي جامد يعني وتقيل هو بيقولك الكرسي الخشب ده ما هو كراسي مستخدمة كراسي خشب سنة 2012 الكرسي ده بيرمز لإيه؟ بيرمز للحكم طبعا أكيد ومين بقى اللي بمفوض يطب؟ الهرم مفروض ويكون أعيد كل سنة أنت طيب إحنا هنا بقى عندنا المحلات اللي هي بتعلم بقى هو بيقولك بيقولك إن الحضرات موظف الحكومة والشركات حنبيع لهم بأسعار ما قبل الحرب الإعلان ده برضو من سنة تسعة واربعين أنا عندي الحرب العالمية التانية كانت من سنة تسعة وثلاثين لسنة خمسة واربعين كويس؟ فأنا في زمن الحرب حصل ارتفاع كبير أو في الأسعار هو بيقولك لا أنا أنا ملزم زي الحكومة بيقول تبقى لقرار الحكومة أبيع بأسعار ما قبل الحرب كويس؟ وهنا جايب لك بقى الراجل اللي أنت شايفه ده هو اللي هو الوجهة الكاملة والعصايا اللي هو مستند عليها دي قمة الوجهة اللي احنا منشوفه في الأفلام القديمة لأن زمان الناس كانت تشيل سيوف نعم وبعد ما بقى تشيل سيوف تشيل عصيام في بعض الدور العربية منشوف ناس تشيل خناجر نعم زي في اليمن وفي عمان صحيح واخد بالك فهي فكرة أنه هو هنا العصايا والطربوش اللي هو لابسه اللي هو أنت عارف أنت في الأفلام والحاجات المستساة نحن نشوفها دلوقتي سأتحس أن الطربوش بيلقى عليه ده الصورة لما تشوف الناس بتاع الزمان حس أن الطربوش بالفعل على قد دماغه نعم دلوقتي هو يجيبه شعر طويل قوي ده هنا ما تلاقيوش شعر طويل لأنه مفروض أن أنت وانت لابس طربوش ما يبقاش شعرك طويل النضارة بتاعته اللي هي النضارة الدائرية يعني اللي هي لم تعد مستخدمة الآن بشكل بغر هو حتى نفسه مبتسم في الصورة والبدلة فيها الزرائر نعم أخي بالحضرتك العصر برضو يعني إيه بنشوفه في الحاجات دهيا ده هنا جماعة زوجات موظف حكومة منسيين دول مجموعة من الناس موظفين كانوا يعني بيقولوا أن إحنا محدش فاكرنا خالص زوجاتهم كتبوا بدمهم ورقة هم قالوا أن إحنا جبنا دكتور وأنه يعني عورنا كلنا وكلنا كتبنا الورقة دي لصاحب الجلالة الملك فاروق علشان ينصفنا وقالوا أن هم آخر مرة تم إنصفهم سنة 43 قدوا زواجهم كلهم كل ما نقامض 15 سنة درجة واحدة دون أدنى في واحد قاعد أكثر من 15 سنة في واحد قاعد أقل من 15 سنة لكن هم في الآخر ما خدوش أي حاجة وقاعدوا محلك سر شو برضو فكرة التخاطب مع الحاكم نعم إن هو بيكتب وبيعمله إزاي ويقوله أن إحنا بدماغنا والسيدات هي اللي بتقود المجتمع في حصة التوقيت تدافع أزواجهم سياب الفريق الأولمبي من تركيا أنا كان عندي دورة الألعاب الأولمبية الحالية 2012 كانت في لندن دورة الألعاب الأولمبية 1948 كانت في لندن وإحنا كنا برضو مشاركين فيها هنا بيقولك إيه فريق بتاع السباحة بتاعنا كان إيه بيتضربوا بتاعها فهو مفروض أن الملابس التدريب اسمها إيه بجامة جابوا لهم الملابس التدريب دي هي المسؤول جاب لهم الملابس التدريب دي بعد ما هم خلاص التدريب خلاص وبيستعدوا اللعب فما أصبح لها أي معنى لكن الأخطر من كده أن هي جات رديئة جدا وإحنا طبعا كان عندنا فضيحة الملابس في 2012 كانت رديئة جدا برضو زمانيا أه هي ملابس السباحة جابوا رديئة بتاع التدريب وكمان اسم مصر عليها ما كانش واضح أقولك إيه بحروف لا تدري هل هي حروف عربية أو لاتينية بالتأكيد فيه فرق كبير قوي ما بين الحروف العربية والحروف اللاتينية بس تعرف إيه ممكن ساعة التاريخ يكرر نفسه يعني ده هو تاريخ كتير بيكرر نفسه يعني لو فيه لجنة تحقيق هنا اتعاملت كويسة كتا حبان في هذا العيد المبارك دي محلات شكوريل بترفع إلى الأعتاب الملكية خالص تهنية وترجو الله أن يعيدوا على الأسرة الملكية العظيمة المعظمة والشعب المصري الكريم بالرغض والصحة والخيرات دي مجموعة محلات واحدة من أشهر المحلات زمان تمام بتقوم بإيه بالنهية الأول مش بتهني الملك كده لكن الأعتاب الملكية كويس يعني إيه بتدي أحساس بالفقامة الفرق يعني هو بقى يعني تدرج مش للملك مباشرة لكن دي الحاجة اللي ممكن بيمشي عليها الملك أو ما يوصلنا للملك ده هنا إعلان مهم جدا احنا شفنا إعلان أجنبي ده فيلم تونسي كان معروض في السينما المصرية هو مكتوب إيه أول فيلم تونسي نطق باللغة العربية وهنا بس أنا كان عندي زمان أمو كلسون هو ده اسمه كلسون بقى وقبصي وأنيسة جمال وأخذ بالك الباب السابع هنا أنا عايز أقول لك أن أنا كان عندي رغم أن أنا كان عندي في التوقيت ده في الأربعينات سينما مصرية رائعة وبتدخل دخل قومي مهم جدا وكانت يمكن أكتر أعلى دخل بعض القطن إلا أن أنا كنت بستقبل أفلام بالجيني من جميع الحق العالم وما كانتش بيوصل بالنسبة لي مشكلة ومشي شيء رئيسي كان عندي أفلام أمريكية وكان عندي أفلام أورو عربية ده هنا إحنا بقى في بداية الجمهورية إحنا جايبين كل الحاجات خاصة بالعيد الأول للجمهورية ده كرة كتير ده المواطن المصري ده ده رمز المصر وده تشيرشيل رئيس وزراء بريطانيا هم رسمينه وشايل الكحك الكحك ده عبر عن إيه بقى هي دي المحادثات القديمة أنا بعد ما أعلنت الجمهورية ونهيت عهد أحكم وقصلة محمد علي أصبحت أنا عندي إيه بقى ما عنديش غير مشكلة الإنجليزي اللي موجودين على أرضي إلا أنا بالفعل وقعت معاهدة معهم سنة 54 ومش سنة 56 هي أنا أتكلم سنة 53 هنا أنا بقول له إيه شيرشي بقى جايب لي إيه المباحثات القديمة اللي هو تبحثها مع سعد زغلول ومع عدلي يكن ومع كل الناس وفشلت فبقول له لا صواني الكحك دي تخبزت قبل كده خلاص ما تنفعش نحن لازم نعمل مباحثات جديدة فهو هنا الكاريكاتير يقدم إسقاط سياسي ودي مشكلة الكاريكاتير القديمة هو بيبقى عيش شرح للناس عشان كده ما تلقاوش في يتم استخدامه كثيرا لأنه بيبقى محتاج إيه نوع من أنواع الشرح هنا بقى جايب شيرشي بقى ولسانه شو بقى هو بقى إيه اللي على الشمال خالص ده اللي هو أول واحد ده ده محمد نجيب وتحت منه الجرد اللي هو بماسك فيه اسمه الحقائق وهنا زي ما يكون إيه ده شيرشي اللسانه فيه أكازين فهو بيحاول أنه يمسحها والآخر واحد هنا اللي في المقدمة ده جمال عبد الناصر لأنه بقى راجل إيه بيفرد اللسان قوي وجنب منه صلاح سالم بيزبطه شوية والمواطن المصري في إيده سكينة سكينة مكتوبة عليها الجهاد بيستعد أنه يقطع هذا اللسان يعني إذا لم ينجح الجيش في أنه هو ينظف هذا اللسان وإحنا داخلين في المباحثات معهم سنتطرر إيه لقطعه لكن الجيش يعني الشعب قادر على هذا هنا فكرة السامن الصناعي لأنه طبعا يعني ما بحبزهاش أو يقول إحنا طبعا يعني إيه قد يكون فيها بعض المشاكل الصحية لكن نظرا لإعلانات اللي كم ضخم من الفلوس في هيئة إعلانات فإيه يعني عايزين شوية حد يقولنا الحقيقة يعني لكن أنا جايب هنا الإعلان عشان نشوف تفصيل الإعلان جايبه إزاي هنا الراجل ده لابس بدلة وقدام منه زوجته وخبالك مصرحة شعرها وعملها زي يعني تسريحة معينة وحط فيونكة وخبالك وحزان في النص وتلاقيها إيه فيها شيكة رغم أن دي صورة مرسومة والطفلة نفسها شعرها متصرح وبرضو الفيونكة لأن الفيونكات زمان كان بتلعب دور مهم نعم وخبالك وبتقدم إيه والطفلة بتقدم لضيوف لأبوها لأمها اللي هو إيه طبق الكحك اللي إحنا إيه شياكة آه يعني إعلان في ممتاز شياكة شياكة آه هنا بقى تهانينا للرئيس القائد محمد نجيب ولو عمونا على الكرام ده الحلواني الوطني كلمة وطني وأهلي زمان كانوا تطلق على المصريين لأن إحنا كان عندنا أجانب كتير كويس عشكرة حتى النادي إن اسمه النادي الأهلي اللي هو النادي بتاع المصريين الوطنيين تشوف الإعلان ده هو يقدم بكل فخر ومفتكراته الفخيرة من كحك والغربية والبسكويت وهو بيقول لك هنا أن أنا بعمل منه بالمثل البلدي اللي هو سن بلدي لكن الصورة اللي على الشمال دي برضو هتلاقي لها مكونات العصر اللي هي أول حاجة الشباك اللي وراء ده اللي هي الشباك الواسعة الكبيرة اللي هي لها بلتكانة وليها سطارة والسطارة معمولة بطريقة معينة لأن لها حاجة كده تطربت منها والكانبة الكبيرة والترابيزة اللي في النص والكرسي اللي قدامها والاتنين اللي يابسين برضو الشياكة كده وتحس أن شعرهم متوضب وفيه صورة على الحيطة وبين البرواز وفيه كمان تمسال على جنب على ترابيزة طويلة يعني تعرف إيه مكونات العصر اللي أنت تقدر تكتشفها اللي هي فكرة التاريخ الشعبي أقدر أن أنا ألقي ضوعة يعني أفهم كسيم من العصر بس عن طريق الحاجات التفاصيل الصغيرة دي عظيم دي محلات سعيد كبرى محلات الصيني والهدايا وأدوات المنزل ممارة كونتنينتل شارع في قد الأول هنا خذ بالك أنا عندي لوقتي مولات مول مول كذا ومول كذا ومول كذا ناس روح وتبضى زمان كان فيه ممارة كونتنينتل ممارة بهلر اللي هي المبرات اللي هي موجودة في وسط البلد واللي هي فيها مجموعة من المحلات كويس كانت دور أرضي دلوقتي أنا عندي حاجات مرتفعة يعني هنا ده إعلان يقولك مدى ما أصاب مصر من تطور في مسألة البيع والشراء محلات كانت زمان ده شركة شركة أصحاب امتياج شركة زنبا كولا يعني زنبا كولا دي حاجة أنت بتقدرش تحددها هي ايه هو ده نوع من أنواع المشروبات اللي كانت موجودة واخب بالك احنا الزمان كان عندنا سباتس وكان عندنا دبانة فكارها سباتس اه عندنا حاجات كتيرة فهو برضو حاجة كده زي الكوكاكولا يعني هي اللي هي زنبا كولا واخب بالك وتقدمونا تهنيوم القلبية من السابة حلول عيد الفطر المباركة عضو الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات شركة زنبا كولا بالسيدة عيشة هنا بقى ده حاجة مهمة ده دي آخر واحدة معنا اه شركة نايف نايف ومادي فطنطا هي دلوقتي شركة وطنية كويس كانت عاملة صبون خب بالك الصبون طبعا ملفوف ازاي ملفوف لفة هدايا نعم كويس لكن أنا الفكره كلها في اي بقى ده المواطن المصري يشاري الصابون ده وبيقول لك بقى ايه ده الصابون المصري الجديد ليه لاننا كان عندي نابولسي فاروق زمان او خب بالك فانا بولسي فاروق ده لي هو كان ايه الصابون الاساسي هو كان ليه مسمى لكن خد اسم الملك او خب بالك فانا النهاردة بقى u 벌써 الشركات الوطنية بعد 2 اللوانا الجمهورية مش عايزين نابولسي فاروق لكن عايزين نوعية أخرى من الصابون سابون العبد ناخد ده كمان آخر واحد آخر واحد آخر واحد اللي بعد ده اللي بعد ده على طول آخر وده على طول ده هنا انقلاب تشهده والاسكندرية رجال محمد نجيب ده راجل فاتح محل جديد واخد بالك اللي هو الأستاذ محمد رزق ومسميها مؤسسة وجايب مجموعة من قيادات الجيش موجودين فبقولك رجال محمد نجيب موجودين معايا وإحنا بنفتتح وبياخدوا صورة اسكندرية لكن في الحقيقة هنا ما نشوفش المحل نفسه بس يعني ما بنعرفش حتى هم يعني ايه المنتج بقى اللي حيبيعه عظيم كل السلام حضرك طيب وشكرا أنك إنت جبت لنا الحاجات الحلوة الجميلة دي وأتمنى أن احنا بعد العيد إن شاء الله برضو تجلنا ونستعرض مع بعض تاريخنا كل ما هنستعرض تاريخنا أكتر كل ما هنتعلم أكتر في مستقبلنا طبعا بس من نجعه بالكورس أكيد طبعا من نجعه بالكورس المؤرخ الأستاذ أحمد كمالي رئيس تحرير مجلة أيام مصرية كل سنة وحضرتك طيب وشرفتنا وتقضي عيد سعيد إن شاء الله آمين يا ربا فاصل راجعين حلم